امتلأ معبر شيبويا الشهيرة في العاصمة اليابانية توكيو بالمرة والسيارات مشددا بعد نهاية حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة اليابانية بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 رئيس الوزراء الياباني أعلن عن إنهاء القيود في المقاطعات الخمس وهي توكيو وهوكايدو وسيتاما وتشيبا وكاناكوا وذلك بعد تخفيف تدريجي للقيود بدء من الرابع عشر من ماي هذه الخطوة تأتي بعد انخفاض في عدد الإصابات بالفيروس ما دفع لجنة من الخبراء إلى إعطاء الضوء الأخضر لإتمام رفع القيود نهائيا وارتباطا بمعطيات كوفيد 19 أعلنت اليابان اليوم عن تسجيل عشر حالات وفاة إضافية 21 حالة إصابة جديدة خلال الساعة الـ 24 الماضية وأوضحت وزارة الصحة أن الحصيرة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 851 حالة وفاة و 16642 إصابة مؤكدة